اشتركوا في القناة وامام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح ليصفادري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بداية سيدي يا رسول الله أين السبيل وقلب الصب قد شغل يسامر السهد إلى من وما غفل يحن إلى صفوة الباري ورحمته وخير من أم في إسرائه الرسل اللهم صلي يا ربنا عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آملنا وتشفي بها سخيم صدرنا وتنور بها حياتنا وطريقنا اللهم آمين يا رب العالمين في الأسبوع الماضي وعدت حضراتكم لأننا أتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما زلت وسأظل أتكلم عن سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنا حتى أتحدث عن سيدنا ومولانا ورسول الله حسب نفسي أنني أشرف من هذا العلم الفياض من علم سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أقفوا وقفات من رحلة الإسراء والمعراج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأننا من خلال هذه الوقفات يتبين لنا أن الإنسان إذا سلم أمره لله تبارك وتعالى وإذا استسلم الإنسان وكان الإنسان متكلا ومتوكلا على ربه متوكلا على ربه في كل أمور حياته الله سبحانه وتعالى يدافع عنه بداية الأمر ووقفتنا الأولى نقف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ماتت أمنا خديجة السند التي كانت تحن على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته وآله وكانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقف بجواره التي قالت لسيدنا رسول الله صلى الله على حضرته وآله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيفة وتكر الضيفة تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وهنا أقف موقف المرأة الصالحة التي وقفت بجوار زوجها تساند الزوج وتريح قلب الزوج وتأخذ بيده وتطمئن قلبه وتبين له أن ما فعله من خير بسبب هذا الخير أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه أبدا انظروا إلى هذا الموقف يا ليتنا نأخذ من هذا الموقف عبر وعظات إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لآية إن في ذلك لذكرى والحبيب رد لها الجميل صلى الله عليه وسلم حينما فتح الحبيب مكة رضي الله تعالى عنه صلى الله على حضرته وآله قالوا له يا رسول الله نبني لك بيتا قال لهم الحبيب لا بل انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها فتوفيت أمنا خديجة وتوفي عمه السند الذي كانت تهابه قريش وتخاف منه وتجعل له حسابا لقوته ولشدته وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يستند إليه وهو يدافع عن ابن أخيه وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق وعلى صواب لأنهم عرضوا عليه فقال له يا عماه لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فتمر وبعد هذا العام الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف يذهب إلى الطائف ما بقي أمامه إلا أهل الطائف يريد النصرة منهم ويريد أن يبين لهم هذا الدين وعظمة هذا الدين وفضل هذا الدين وخيرات هذا الدين وعطاءات هذا الدين وبركات هذا الدين ونفحات هذا الدين فحبيبنا ذهب إليهم فكانت النتيجة انظروا أيها السادة كانت النتيجة أن قابلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وآذوه بألفاظ بذيئة وسلطوا عليه السفهاء ورموه بالحجارة تسلت دم من قدم سيد النبي صلى الله عليه وسلم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وقدمية قدماه والحبيب صلى الله عليه وسلم يتكأ ويشكو الحال إلى ربه والله يعلم سبحانه وتعالى اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس وأخذ الحبيب يدعو ربه بهذا الدعاء الذي تعرفونه في وسادة الأماجد وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقف هنا موقف آخر سيدنا النبي بيدعو من؟ بيدعو أهله وبيدعي قومه شأن سيدنا يوسف والأذية قاتل من مين؟ من أهله ومن قومه كذلك الأذية قاتل سيدنا يوسف من مين؟ من أهله يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين كانت النتيجة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضين يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إيه إن كنتم فاعلين يعني هذه الموقف المشابهة من سيدنا يوسف وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأذية بتيجي من الأهل أحيانا وبتيجي من الصحابة وبتيجي من الصديق وبتيجي من الأسرة وبتيجي من الأب أحيانا كتير لكنه يبقى موجود أهلك وعشرتك أحيانا فأنت تعمل إيه برضو خليك صابر برضو اعمل زيدي النبي عليه الصلاة والسلام خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى حسن ظن في الله سبحانه وتعالى لما التجأ الحبيب إلى ربه وهو من هو وهو دائما في عناية ربه صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال له والله يعصمك من الناس فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك إيه بأعيننا فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تحت رعاية الله وتحت حماية الله ومن كان في حماية الله وفي رعاية الله وفي كنف الله فمن عليه لا أحد لكن الحياة مش هتمشي كده فإحنا نخذ من هذا الموقف أن الإنسان مهما أوذي من الأقارب على الإنسان أن يكون يتحلى بالصب ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية فإذا دعا الإنسان ربه بالهداية لأهله الله سبحانه وتعالى يحرسه الله سبحانه وتعالى يعينه الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه من فضله والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان في عنان السماء بنيانه عالي فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يشكو الحال إلى ربه وحينما يعني ننظر إلى سياق القرآن الكريم ويسيق القرآن والربط بين سورة الحج وسورة الإسراء نجد أمرا عجيبا نجد أمرا عجيبا نجد أن الله سبحانه وتعالى حين قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله خلي بالك من الكلمة دي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم انت حزن ليه ولا تكو في ضيك مما يمكرون ذهب الحبيب لكي يهديهم لكي يشرح لهم الإسلام لكي يرشدهم إلى الطريق المستقيم لكي يبين لهم هذا الدين وما فيه من خير وما فيه من فضل ولكن كانت النتيجة ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيك مما يمكرون لأنك يا رسول الله أنت يا حبيب الله في عناية الله ولذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا رسول الله إذا كان أهل الأرض لا يعرفون قدرك ولا شأنك ولا مكانتك ولا يعرفون قيمة هذا الدين فتعالى إلي يا رسول الله لترى حفاوة السماء بك لترى حفاوة السماء بك إن الله مع الذين اتقوا شوفوا الربط بين إيه بين هذه الصورة وهذه الصورة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحانا الذي أسرى بعبده الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية في صورة الإسراء وهنا أقف بقوله سبحانا وسبحانا علم عن التنزي أي نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليك به بأفعاله وبصفاته وبذاته فالله له سمع ليس كسمعنا وله بصر ليس كبصرنا وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك الله بخلاف ذلك سبحانا الذي أسرى بعبده التسبيح لله الله سبح نفسه قبل أن يسبحه أحد من خلقه والله خلق التسبيح قبل أن يخلق المسبحين فدوام التسبيح لله رب العالمين قائم ودائم الله سبحانه وتعالى سبح نفسه قبل أن يسبحه أحد من خلقه قبل أن يسبحه أحد من خلقه سبحانا الذي أسرى بعبده والتسبيح في القرآن جاء بعدة معاني التزبيح في القرآن جاء بعدة معاني ايه المعاني اللي جيبها التزبيح في القرآن الكريم كتير جدا ولكن فاصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين قلنا أن الرب اللي بين صورة النحل وصورة الإسراء أن الله قال لنبيه ولحبيبه ولمصطفاه يا رسول الله لا تح أنت في رعايتي أنت في حمايتي أنت تحت مظلتي يا رسول الله إن كان أهل الأرض قد رفضوا هذه الدعوة فتعالى لترى حفاوة السماء بك يا رسول الله يقولنا سبحان الذي أسرى بعبده سبحان عالم على التنزيه أي نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به بذاته وبصفاته وبأفعاله فالله له سمع ليس كسمعنا وله بصر ليس كبصرنا فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وسبحان الله سبع نفسه قبل أن يسبحه أحد من خلقه والتسبيح جاء في القرآن بعدة معاني جاء بمعنى الصلاة لولا أنه كان من المسبعين أي من المصلين وجاء بمعنى الاستثناء قال أوسطهم قال أوسطهم ألم أكل لكم لولا تسبعون أي لولا تستثنون لولا تستثنون وله صيغ عديدة التسبيح له معاني عديدة وله صيغ عديدة وله إيه صيغ عديدة فسبح باسم ربك العظيم قد يقاب بفعل الأمر هو سبح لله ما في السماوات ماضي يسبح لله مضارع وجاء بصيغة المصدر كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده وخلي بالك من قوله سبحان الذي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أي هذا الأمر قد خرج من نطاق القوة البشرية المحدودة إلى نطاق القوة الإلهية اللامحدودة فإذا خرج الأمر من نطاق القوة المحدودة إلى نطاق القوة اللامحدودة فقف أيها العقل عند منتهاك وسلم الأمر لمولاك سبحان الذي سبحانه مين سبحان الله إيبا عندنا فعل وإيه عندنا فاعل ومفعول الفاعل هو الله هو الذي أسرى بسيدنا رسول الله سبحان الذي سبحان الله جلا فعلا فرفع من اتصف بصفات الكمال إلى مقام العز والجلال فخطى على سماء لا كالسماء ووصل إلى مقام لم يصل إليه الأنبياء فلما تجل الحبيب للمحب قال تمنى علي يا حبيبي ماذا تحب قال أتمنى عليك أن تنسبني إليك فيتنزل القرآن ليصف خير إنسان سبحان الذي أسرى بعبده ليلى سبحان الذي أسرى بعبده الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى بسيدنا رسول الله يبقى الفاعل هو الله والمفعول به هو من هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به هو الحبيب أسرى دل هذا الفعل على أن السير كان بالليل سرى أي سرى ليلا سبحان الذي أسرى بعبده لم يكن حبيبنا أنا أسرأت أنا أسرأت إنما قال سبحان الذي أسرأ ولذلك قريشي اعترضت على سيدنا رسول الله في صبيحة اليوم في بيت أم هانئ لما الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر القوم أخبر أم هانئ ويا بنت عمه وأخبرها الحبيب وذهب الحبيب فوجد فمر عليه أبو جاهل قال هل من جريد فقال له نعم أسرى بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقال له وماذا رأيت كذا وكذا وكذا قال له إذا جمعت لك الناس إذا جمعت لك الناس يعني أتقص عليهم هذه قال له نعم خل بالك من حتة دي فجمع له الناس أخذ يدعو الناس والحبيب صلى الله عليه وسلم يطلو ما رأى وما شاهد وما يعني فعله الله سبحانه وتعالى به وأن الله سبحانه وتعالى أسرى به في جزء من الليل هنا أقف خل بالك الوقفة بتاعتي بعد ذلك قالوا تزعم أنك تذهب ذهبت في جزء من الليل ونحن نذهب ونضرب إليها أكباد الإبلي الإبلي شهرا ذهابا وشهرا إيابا يعني نحن بروح شهر ونجف شهر وانت روحت في جزء من الليل إزاي الكلام ده طب هنا أقف لماذا عطرد المشركون أو أهل قريش على سيدنا رسول الله لو لم يكن الأمر حقيقي لم اعترضوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحبيب أخبرهم بأنه لما مر وجد إبل فلان وفلان وشرب من إبل كذا وإبل كذا تتقدمهم بعير أو يغدهم جمل فيه سواد وفيه كذا وأخذ الحبيب يصد صلى الله عليه وسلم فأخذوا وخرجوا وانتظروا هذه القافلة فوجدوا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا اعترضوا حتى قالوا أما القول فصدق القول فهو صدق وأما الفعل فسحر لو أنا أقول لحضرتك أنا دلوقتي أتجول الآن في شوارع القاهرة أتجول الآن في شوارع القاهرة وأنا في مدينة نتاج الإعلام أبسط القضية دي تقول لي آه ربما أخذتك سنة من النوم أخذتك سنة من النوم فسبحات الروح أو الروح سبحت وأخذت تتجول ده أمر منطقي خذتني سنة من النوم فشفت أنا بضل في شوارع القاهرة أقول لك لا ده أنا وأنا قاعد بكلمك الآن رحتي شوارع القاهرة وأنا موجود دلوقتي تقول لي هذا شيء ها يعني لا يصدقه عقل ولذلك اعترضوا ولذلك ارتد من ارتد ولذلك اعترضوا على النبي ولذلك ربنا قال يعني لسيدنا رسول الله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وكلمة الرؤية المستشرك يمسكنا هنا أقول لك الرؤية خلي بالك أن رؤية هنا تطلق على الرؤية المنامية في لغة العرب الرؤية هنا تطلق على الرؤية المنامية والرؤية البصرية وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس أي ما جعلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد التي أريناكها يا رسول الله والتي شهدتها ببصرك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فتنة للناس إلا إيه فتنة للناس ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده أي في جزء من الليل الله خالق الزمان وخالق المكان فإذا تدخلت القوة الإلهية في فعل شيء توقف الزمان والمكان لأن الذي خلق ذلك هو الله الله قل وذر الوجود ومحوى إن كنت مرتاد بلوغ كمالي والكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال كل من يفهم عني ما أقول قصر القول فذا جرح يطول ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناك الفحول أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يسري فيك أو كيف تبول كيف تدري من على العرش استوى لا تكل كيف استوى كيف النزول فهو لا أين ولا كيف له وهو فوق الكيف والكيف يحول جل ذاتا وصفاتا خالقي وتعالى ذكره عما تقول خلي بالك بقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في جزء من الليل في جزء من الليل من المسجد الحرام محطة الإقلاع المسجد الحرام هنا في مفاجأة الحبيب أقلع من المسجد الحرام وبينما وهو يسير في الطريق قال له جبريل واستوقفه جبريل انزل هنا فصل يا رسول الله أين صلى الحبيب في المسجد النبوي كما أخرج الإمام البيهقي ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى فلما انتهى الحبيب من صلاته قال له أين صليت يا أخي يا جبريل قال صليت في طيبة أو في طيبة صليت إيه في طيبة يعني سيدنا النبي صلى في المسجد الحرام وصلى في المسجد النبوي وصلى في المسجد الأقصى وصلى في مصر حيث كلم الله موسى تكليم وخلي بالك هنا عشان يأتي الربط بين المسجد الثلاثة كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا بين المسجدين شفت الربط ده يبسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام وصلى في مسجده وصلى الحبيب في طور سيناء حيث كلم الله موسى تكليم كما أخرج الإمام البيهقي والتلميذي وذلك أن الحبيب صلى في رحلات الإسراء قال له جيب الإنزل هنا فصلي يا رسول الله فلما انتهى قال أين صليت قال صليت في طور سيناء حيث كلم الله موسى تكليم والدليل أقول لك عليه كما قال سيدنا بن عباس إبا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي في جزء من الليل بعد أن صلى الحبيب العشاء الأخيرة صلى الله عليه وسلم وجاء الحبيب وصلى الصبح في جزء من الليل وتوقف الزمان والمكان وتوقف ايه الزمان والمكان فيا من جل عن كيف وعن أين وعن ند وعن ولد ووالد خلقت المخلوقات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد وأنت بحيث أنت وليس كيف ولا ند تمثله الشواهد أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد يبقى سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أدي محطة الإقلاع إلى المسجد الأقصر يبقى الحبيب صلى في المسجد الحرام في المسجد النبوي في المسجد الأقصر خلي بالك إبقى لنريه من آياتنا خلي بالك من النقطة دي إلى المسجد الأقصر الذي باركنا حوله الزروع والثمار وسيدنا بن عباس قال باركنا حوله تصل إلى منطقة العريش في ثور سينام خلي بالك من النقطة دي تصل إلى منطقة العريش كما قال سيدنا ابن عباس يبقى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنورياه من آياتنا كلمة لنورياه من آياتنا أي رأى الحبيب كل هذه المشاهد في رحلته الأرضية اللي هي الإسراء عشان الحبيب مأتي عليه الصلاة والسلام في صباحة اليوم ويقول لهم رقاد رأيت كذا وكذا ومررت بإبل كذا وكذا وكذا يبهين الرؤية حقيقية لنورياه من آياتنا إنه ربنا ختم الآيب إيه إنه هو السميع البصير والحبيب صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى لتكون تماما رحلة الرحلة الأرضية وإكرار من الأنبياء لسيدنا رسول الله لكي يكتمل البناء والوقف هنا في قوله إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة في زوية من زوياه فأخذ الناس ينظرون ويقولون هل لو وضعت هذه اللبنة فأنا خاتم النبيين فأنا إيه خاتم النبيين فالحبيب صلى بالأنبياء إماما هذا إكرار من الأنبياء لسيدنا رسول الله بنبوته وبرسالته وبدعوته وبأنه خاتم النبيين والله سبحانه وتعالى جمع له الأنبياء جميعا جمع له الأنبياء جميعا ليصلي بهم الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحلته الأرضية ليا سبحان الذي أسرى بعبدي طب المعرك في قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى نقف معها في وقفات أخرى لنبين وندل المذا رأى الحبيب في السماء الأولى وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة وفي السماء الرابعة وفي السماء الخامسة وفي السماء السادسة وفي السماء السابعة اللي هو المعرج السابع وخلي بلكوا احنا عندنا المعريج عشرة وليست سبعة المعريج إيه عشرة وليست سبعة إزاي مولانا هذا ما سنكمله في اللقاء القادم إن شاء الله وهنا أقول اللهم جعل مصر لذى السلم والسلام والأمن والأمان ورضا والاستقرار نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وابناءها ونساءها وجيشها وشعبها وامنها وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين ببركة سيد النبيين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موسيقى موسيقى